صيام ستة من شوال التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن ينوي بها الإنسان ستة من شوال مع قضاء رمضان أي لا يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وستة من شوال لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أجراً علي خاصاً قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر الثلاثين يوم تع رمضان العشر أو الحسنة بعشرة أمثالها ثلاثين في العشرة بتلك مية هذه عشرة شهور ستة شوال ستة في العشرة بستين هذه أو هذه شهران وبالتالي نعم يذكر علماؤنا جواز نية جمع قضاء رمضان مع صيام عرفة أو عاشوراء أو غير ذلك أما صيام ستة شوال فعلى فقهاء القدامى لا يذكرون هذا الأمر لا يذكرون تقييداً في ستة شوال ولكن ما به الفتوى ويقول علماؤنا الآن أن صيام ستة شوال ينبغي أن تكون لها نية خاصة لا تجمع مع نية قضاء رمضان فإذا صام ستة من شوال وأراد أن يصوم عاشوراء بعد ذلك أو الاثنين والخميس أو عرفة أو العشر الأول من شارذ الحجة فلا بأس أن يجمع بين نية قضاء رمضان مع نية صيام تلك إن وافل باستثناء ستة شوال فيجب أن تصام لوحدها دون إشراك نية صيام أو نية لصيام آخر معها ولو قضاء رمضان